بسم الله الرحمن الرحيم درست عليهم هو كيفش نقرأ الحرف P in English عندنا P في الأنجلي يتقرأ في معظم الأحيان مثلا هنا يتقرأ page وش معنطها صفحة pane معنطها الألم paper معنطها ورقة لنككك تشوفوا ال P يعني تنتق ولكن في حالتنا ديرا ال P ما ننطقوهاش يعني تقولها silent معنطها Ceylon sector صحيت وقتل ما نقرأوها شيء ونشوفوا الكلمة هذية هذية نقرأوها psychology وش معنطها psychology معنطها علم النفس أسقرأت ال P هنا psychology أكثر مركبة ال P ما قرأتها وعلى ما قرأت ال P هنا القاعدة وش تقولك تقولك ال P يكون وراها S ال P يكون وراها S ال P لا تنطق هذي نقرأوها Neumonia شوف Neumonia قرأت ال P ما قرأتها حبي يقول هنا ثاني وش نتعلمون نتعلموا بلي ال P يكون وراها N ال P ما ننطقوهاش حبي يقول ال P في الأنجلي كينزوج حالات لي ما تنطق فيهم هو يكون وراها N ولي يكون وراها S عدنا هنا ثمنين وش يقول Underline silent P in the following words وش حبي يقول عندك كلمات هنا راح تصطلع ال P لما تنطقش حبي يقول يتكون سكتة نبدأ عدنا هذي نقرأوها P مع أنتها السلام P تنطقت ولا لا تنطقت هذي نقرأوها Pen مع أنتها قلم تنطقت هذي نقرأوها Neumatic قرأتها ما قرأتها نقرأوها P بصميت فيها وعلي لا عدناها وعلي لا عدناها لانه يكون وراها N وقعنا عدنا أنه يكون وراها S لا نقرأوها هذي نقرأوها Past ليس معنتها Past هذه الماضي قرأوها Psychopath ما قرأوها لا نقرأوها لا نقرأوها Psychopath أن تتحق المختل عقليا وعذي لا نقرأو P لأنه يكون وراها S بقلنا بقلي P يكون ورها N وورها S لا يتقررش نجل هنا P معنة هي يخلص يدفع المال قرناها P هذه Path معنة هي طريق قرناها P كيف نقرأها؟ نقرأها Psychic قرأت P هنا ولكنت أنه لا قرأها S P هنا يكون silent بأن لدينا كلمة هنا فيها P silent وعندنا أيها زوج ثلاثة لدينا 3 words ويعون onlar P silent So Psychic يعنها Psychic يعنها غزان سحار هذا هو الدرس تالي يوم درس بسيط جدا شكرا سمتابع الإصغاء see you next time on my next video